الموهبة الجزائرية التي تحدت نجوم باريس سان جرمان ميسي ونيمار وأشرف حكيمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام أهلا بكم إيلان كابال لاعب ريمس أصول جزائرية يصرح بعد مباراة باريس سان جرمان لعبت في فئة أقل من 21 سنة المنتخب الجزائري حاليا يملك عناصر تملك الخبرة وأعلم أن الأماكن غالية وأنا أعمل على تطوير إمكانياتي أكثر للظفر بمكانة مع بطل إفريقيا يذكر أنه قدم مباراة في المستوى أمام باريس سان جرمان إيلان كابال أو محرز الجديد كما يطلقون عليه لعب له إمكانياتها إلى جدا تلاعب بلاعبي باريس سان جرمان طريقته في المراوغة والتمويه يشبه كثيرا رياض محرز خاصة في مراوغة أشرف حكيمي أسقطه أرضا بتمويه واحد تذكروا هذا اللاعب جيدا سيكون زو شأن كبير نتمنى من الكوتش جمال بالماضي الالتفات قليلا لهذا اللاعب ولما لا تكرار محرز جديد بالتوفيق له للتسكير اللاعب لعبة مع المنتخب الجزائري أقل من 20 سنة وفي آخر تصريح له يعبر من جديد عن حلم بلعبه للجزائر المزيع طبعا أو معلق بي إن سبورت قال له إن شاء الله هنبلغ جمال بالماضي عنك وهنعرفه طبعا مهاراتك وإمكانياتك طبعا كان في حوار مع تيري هنري والمزيع لقناة بي إن سبورت وأشهده بهذا اللاعب الجزائري أيضا تفوق على نجوم باريس سان جرمان في أرضية الملعب كليان إمبابي نيمار وأشرف حكيمي وفينا الدوم وميسي وكل النجوم بصراحة كان متميز جدا في المباراة هذا اللاعب إيلان كابال نتمنى له التوفيق إن شاء الله والتقلق وإن شاء الله يفيد المنتخب الجزائري في القادم يريد تقول لنا رأيكم في هذه الموهبة الكبيرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته